المرحلة الاولانية دي انتهت المرحلة التانية بقى اللي بعد ما خلصت الجيش روحت مركز شباب الجزيرة كان في دورة في مركز شباب الجزيرة سداسي بس سداسي على الملعب كله ملعب كبير اه دي ميلي كان عاملت دورة دي مركز شباب الجزيرة بس كان بخش بقى فيها الفرق اللي هي كانت بتتمرن في مركز شباب الجزيرة كانت الكرة واقفة ساعتها ولا كانت الكرة رجعت كرا لك هترجعت بقى خلاص هترجعت الدورة دي بتتعامل 106 فرق من محافظات بقى ولا ايه من كل اللي بتمرانه في مركز شباب الجزيرة كان في فرق كتير وهيئات وشركات وعجازات كان عاملينها لمناسبة ولا كانت مفتوحة لا كانت كده بتتعامل سنوي فنادي المظلات دخل في الدورة دي دخل باربع فرق تشائل ظروف ان فرقتي تاخدوا البطولة من 106 فرق ستة كبتن على الملعب كله مش ملعب سداسي صبر ايوب ملعب كبير فطبعا خدنا البطولة طبعا دم 106 فرق مين اللي هيخد البطولة 3 مرات السنة اللي بعدها مباشرة دخلنا تاني برضو فرقتي خدتوا البطولة لهم نظلات طلعت انا بقى من الجيش خلاص بقى قضيت الفترة الفترة تبتلع ولا ليا نادي ولا ليا بتاع طب كانش نسا فيه نادي الماولين ولا كان نادي الموح انا هقول له حضرتك والاسمعين كان بتضرب في مركز شباب الجزير مضبوطة فجاء الكلام دي سنة كامل سعيد نعم يا كابتل كان سنة كامل 76 فجاء العقيد اللي هو كان مسكنا في الجيش قال لي بقولك ايه انا ريحتك قلت له اكتر خيرك قال لي طيب هنلعب البطولة دي انت خرجت من الجيش تردلنا الجميل بقى ان انت تلعب معايا الدورة اللي احنا بنعملها دي عشان ناخده البطولة يبقى الكاس بتاع الكاسك عن حوالي جي متر وشوي عشان نحتفظ بالكاس ده التالت مرة بقى اول مرة الاول تا التاني مرة التاني التالت بقى كنت بر كنت بر ورحت و جاملت فروحت رايح مجامل قلت له بس انا عايز فرقة قال لي نقل الفريق اللي انت عايزه من الاربع فرقة اللي هو يخش بيه اللي بيخش بيه كل سنة بقى ما يكون ابنة ضغاية كويس فقلت له انا عايز فلان وفلان 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 هما دول اللي هيبقوا معايا قال لي خلاص انت اخترتهم على اساس ايه على اساس بقى كانوا بيلعبوا فقندية ومشهورين ومعروفين وبتاع وحفظوا كان برضو السوداسي اه وكان فيه جمعة كان بتاع الاسماعيلي اه السردباك ايو ايو كان معايا فقال لي خلاص انا موافق المهم ما روحنا رايحين لعبين البطولة دي واحنا بنلعب النهائي واحنا بناخد البطولة كان موجود الكابتن فؤاد صدر رحمة الله عليه والكابتن عبنية ملحج وكابتن ابراهيم الوحش وكان معانا اتنين اداريين ده كان من المقاولين العرب من المقاولين بقى بخلاص بيعملوا حاجة اسمها المقاولين مكاشفينه مقاولين مكاشفينه مقاولين مكاشفينه لسه اه اه يعني بيقولهم عملونا كان بداية تكوين اه فريق نادي المقاولين العرب عملونا فرقة اسمها المقاولين العرب اه فطبعا بنلعب النهائي فشفوني اه قالوا لي تعال مين اللي دهلك وقال كابتن فؤاد قلت لنا بعمل فرقة اسمها المقولين العرب كنت انا خرجت من الجيش لفيه تعيين عايزة تعيين بقى وعايزة عاوز تشتغل اشتغل اه عاوز شغل وعاوز تلعب كورة كمان وعاوز مش في دماغك كورة انت عاوز تشتغل بقى اشتغل وبعدين اروح شركة العب فيها يعني ايو ايو اه قرش جنب الشركة وجنب الوظيفة فالمهم قال لنا بعمل فرقة اسمها المقولين العرب قلت لنا انا ما اسمحتش اه قال لنا انا بنكونها جديد قلت له طب ماشي انا اعرف شركة المقولين العرب عينني في الشركة انت اللي طلبت منه كده على طول اما انا عايزة تعيين ايو اي قلت له عينني في الشركة وانا العب معكم في نادي المهور كان ساعتها درجة ثالثة اه كان في اليام دي كان بطوع الطيران عرضوا علي اسماعيل ريان اسماعيل ريان ورفعت اسم وكان دولة ممتازة الطيران اه طبع انا مش في دماغي اه انا في دماغي بس انا تعاوز تتعين بس اه قال لي خلاص امضي استمراتها هي المقولين العرب وانا نضيلك التعين في الشركة كمين رئيس الشركة ساعتها واسمان احمد واسمان انه طبعا المعلم رحمة الله علي اه قال لي اعتبر نفسك تعينت بعد ما ماضيت اه العب بقى في نادي المقولين العرب فكت اول واحد ينضم كان فيه فرقة درجة ثالثة بس ما الشوها كلها يعني كانوا كبروا بقى كلها اه خلاص اه لا اده كبت الفوات بقى حازي يعمل حاجة عاوزي يعمل حاجة جديدة اه بدأت درجة ثالثة بدأت درجة ثالثة اول واحد مضى في كشفات نادي المقولين العرب وكون عليك الفرقة بقى اتكون عليك بقى اه جاب خمسة من الميا اه مياه القاهرة فوقي وصبري والعشري والعربي ومجد مصطفى ما شاء الله حافظ الاسامر اه وجاب تلاتة من الشرطة اه اه وجاب اتنين من الزمالك من النشئين وفيما بعد بقى اه كده مرورا بقى جاب مجموعة كبيرة من الاهل اه جمال عبرقوف على جمال عب عظيم ايو 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 مجدي عب غاني لعب معانا وحشيش لعب معانا كت مجموعة كبيرة وعلي علي زيور كت مجموعة كبيرة البداية ولا جم بعد كده لا ما أنا بقول تباعا يعني اه اه فبدأنا الدرجة الثالثة وانت في الدرجة الثالثة مين من العيبة اللي هما كانوا سوبرستارز معاك وكنتوا ما تنبق لهم لا ما خدش بصها كبت هو كان يقول لك كل نادي كل مرحلة لها رجالها هو جاب ناس مغمورة يقول لك عايزة جيب ناس جعانة كورة ايوة فكان يجيب الناس ما كانش بيجيب دورة ممتاز خالص لا بيجيب نادي ناس عاوزة توصل اه عاوزة توصل وواعدين كنا بيجيب بقى من الارياف الناس اللي هي يعني اللي عايزة تعمل حاجة ومنهم كان عبودة فيما بعد وكان علاء خليل وشعراوي وشعراوي اه احمد شعراوي اه وجمال العقات جيه وعبد وفراج وكانت مجموعة كبيرة طيب بعد ما كنتوا انتوا طلعتوا الدرجة من الدرجة التالتة للدرجة التانية للتانية جاب ناس ثانية بقى ماشى حوالي 25 دقاب جاب ناس ثانية بقى بفقلة تانية وخلى خمسة كنت انا منهم اه بعد ما طلعنا الدرجة التانية كون مجموعة تانية ابتدأ جيب بقى لعيبة الله ارحمه كان حاجة لا لا كانت فقط صدق ده كان حاجة تانية خالص كان من اعظم المجات راية اللي جاتت في تاريخ مصري وبعدين كان معاه كابتن عبد منهم الحاجة برضو كان حاجة يعني يا سلام المهم لعبنا في الدرجة التانية بلعيبة تانية بعد ما كملنا طلعنا من التانية للأولى على طول دارك ما فيش سنة يا كابتن ما فيش هي سنة 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 وانت موجود من التالتة للتانية للأولى لانت قافش في النادي ما خلاص با دي فرصة اطلعنا الدرجة الاولى ابتدى بقى يجيب لعيبة الدور الممتاس غير كامل عيب تقريبا غير بقى كل سنة بيغير 25 يعني هي مراحل مراحل ما اقول لحضرتك اهو كل سنة ليها مرحلة يعني بيعمل لها مرحلة بقى في كل حاجة اداريين والعيبة طبعا خلاص بقى بميزانيات المهم مش عايز امسة كلمة المعلم عصمان احمد عصمان اول اجتماع اجتبع بينا قال انا بص يا اولاد انا بصرف على نادي الاسماعيلي فانا بعمل فرقة اسمها المقولين العرب بس انا عايز حاجة تطلعوا من تانية من تلتة لتانية في سنة ومن تانية الاولى في سنة ومن الاولى الممتاز في سنة وتاخدوا افريقيا وتاخدوا بطولة الدورة يا سلام اوالله عادنا نبص له كده مش انا الاول نحن اطلعنا درجة اولى شو هنوعد فيها ولا هننزل وهنعمل لكم ميزانية تضاهي الاهل والزمالك ما شاء الله اه لا كان هو كان فكري ما شاء الله وهو كان يبص للشركة نفسها عشان تبقى على مستوى ما هي افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي كله ان انا ماولين العرب دي بتمثل الشركة يا كابتن احنا كان لنا 67 فرع في افريقيا من ماولين العرب في افريقيا والعالم والوطن العربي اه فالناس كلها كانت تعرف اه شركة الماولين العرب نعم ما يعرفش فرقة الكورة اه فيما بعد عملنا لهم الدعاية وبقت فرقة الكورة هي هي الاساس الاقوى من ما خلاص بتاعت يعني انت عملتوا البصمة بتاعكم بس كان بيعمل ايها يا كابتن بها كابتن فقد الله ارحمنا اقول يعني لا الله ارحمنا احنا اول عمل نادي الماولين كان يجي كده للعب يقول له تعال انا شافك كده هو هادي اوي كمان كده اه انا شافك كده زعلان ومتدايق ايه في ايه يلعب على العمل النفسي كمان وكلنا كنا متدايقين عايزين فلوس اه يروح جايب ورقة يا كابتن كده من ورقة كده من اي حاجة ورقة خد روح للخزن تروح للخزنة تلاقي خمسين جنيه ميت جنيه وقتها كان خمسين جنيه لا يا كابتن كان الجنيه جنيه اه اما تاخد ميت جنيه ولا خمسين جنيه لا ده انت تاكل النجيلة يعني هو كان واخد اه اوكي من المعلم ان يمضي اي مبلغ وروح يصرف على طول يا كابتن هو هو اثمان احمد بيه احمد واثمان لا لا وشوف السقة كمان بتاعت المعلم اثمان احمد واثمان وشوف الكابتن فؤاد اللي هو وصل يعني ده اسمه مشروع مشروع ان هو خد الفرقة من اللاشيء من التالتة للتانية للأولى وصلها يا كابتن ده من اول وحنا تالتة كان واخد منه الوعد بكده اللي عمله ماشي كان بيمشي اول مبلغ خدته من العرب كان كان 50 جنيه 50 جنيه وكانت يعني انا مش عايز اقولك عملت بيها ايه عملت ايه بيها ايه طب قل اشتريت ارض ارضية كابتن انا هقولك حاجة انا كنت بتضرب ضرب في الكرة من الكرة الشراب كان يجي الوالد كده الله يرحمه يقول يا ابن كذا هي الكرة دي هتأكل نعيش انا عايز اتاخد الشهادة كنت اروح المدرسة بالكرة الشراب اععد اجري بيها كنت انا في المحتمدين انا بقول لكابتن عايز تسمع حاجات لا ما الناس عايز تسمع الحاجات شو بقديل اللعيبة دي عانت كنت احط الشنطة احط فيها كرة الشراب انا كنت بلف كرة الشراب كواس اللي هي بكلة دي وحاجة كده احط الكرة في الشنطة اععد بقى ماشي بالكرة ماشي بالكرة كده لحد ما اروح المدرسة والكلام دا ليه اه معايش فلوس مواصلات قلت لسه بقى مخاشحوا اه لا في المدرسة يعني ايو ايو كنت اخدها كده لحد مدرسة من المحتمدين من المتعوبة للمحتمدين وارجع نفسه المسافة قدي ايه المسافة مثلا قول بتاعي يجي 15 كيلو تخدها في نص ساعة مثلا يوميا اقوم من ناحية الفجر كده من عند الفجر اه من اول الفجر كده لحد ما اوصل للمدرسة ساعة سابعة تخدها في نص ساعة مثلا ساعة لا نص ساعة يا كابدل 25 كيلو 25 كيلو انت قلت 15 او 15 كايا كان بقى 15 25 انا مش هسيبها بالزبط اوصل والطبور شغال زبط نفسك على كده اه على الطبور يعني عشان برضو ما حسش كده ان انا يعني ايه اه واخلص بعد ما اخلص كالليك صحاب في المدرسة كالليك صحاب بس ايه من الاقاليم يعني اه اه اللي ان مدرسة المحتمدين ارجع بقى برضو وقعد اجري بالكورة كده لحد ما اوصل البيت او ويعرف بقى من خلال العرق وبتاع عرفاقي العلق اه الكورة ومش الكورة وقالولك ايه لو بتلعب كورة قابلني لو فلاح اه مش عارف ايه الشهات الامثلة 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 اللي انت عارفة دي اه وقبري ومش قبري وحاجات ذا كده